ارتفاع عدد الاتزاز الجنسي في النمسا للأطفال والشباب بنسبة 30% اتزاز للشباب والأطفال هذا مؤشر خطير بصراحة طبعا تخيل أن هذا مجتمع الرفاهي هذا اللي عم نتحدث عنه اللي هو في النمسا أطفال أو يافعين موجودين بالمدارس يعني ويتعلموا بالنظام التعليمي كذا يتم ابتزازهم من خلال محادثات فيديو من خلال محادثات صوتية شاب وشابة أو شابة وشابة ومثليين وكذا وهذا الطريقة بيطلب منه للآخر بالتعري أمام الكاميرا والطرف الآخر عم بيقوم بعمل أو عم بيسجل له هذا المقطع نتيجة الجشع نتيجة الجشع عبر الانترنت نتيجة يعني انحسار انحسار خلينا نقول الشق الأخلاقي الشق الأخلاقي الشق الأخلاقي أمام الأشخاص انحدار المستوى من خلال الفيديوهات التي تنشر على التوك توك وغيرها صراحة هو التوك توك فعليا إلا أكثر شيء يعني صراحة ينشر عليه المحتوى الموسيق فهذا الشيء عنه يبدو يغري البعض إن كانوا بنات أو أطفال يعني شباب ويقوم بالتعري أمام الكاميرا ويقوم هذا الشخص بيسجله هذا المقطع بعدين شو بيطالبه بدفع مبالغ مالية بدفع مبالغ مالية فعليا حتى حتى يقل له بحزف هذا المقطع وما بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هذا الشخص هذا الطفل اللي تعرض لهذه المشكلة أو الطفلة أو الشاب أو اليافعة خيال اللي تم تصويرها عارية هي ممكن تنتحر هي ممكن تدمن هي ممكن ترتكب جريمة هي ممكن تدخل بحالة اكتئاب أشوف الموضوع تمنى من كل اللي عم بيسمعونا وبيشاهدونا أنه يكونوا كتير منتبهين على أبناء على أبناء كيف يستخدموا أبناء نعم يستخدموا يستخدموا وصالة تواصل الاجتماعي ويكون فيه رقابة عقلانية حقيقية لأن السقوط بهذا المأزق كارثة صراحة كارثة يعني خاصة مجتمعاتنا الشرقية السازم ممدوح قضية الشرف وقضية ما بعرف شو خيل يعني شخص أو يعني شاب أو شاب يدخل بهذه المتاهة إن كان هو من يستغل أو كان هو المستغل ففعليا هي مصيبة صراحة فلذلك الوعي ثم الوعي ثم الوعي قبلا يستر